موسيقى كل التحاية لكم أصدقاء الصباح في كل مكان ودائما من خلال صباح الشروق نحتفي بالشباب والطاقات الشابة وتحية صباحية لكل شباب الذين يرشدون طاقاتهم في جوانب من أجل رفعة هذا الوطن ونشاهد في كل يوم أبحاث مختلفة ومخترهات مختلفة للارتقاء بهذا الوطن وجوانب في العمل الإلكتروني والعمل الرقمي واليوم من خلال قول شابة نشاهد واحد من الشباب الذي اخترع جرار من دون سائق في قول شابة موسيقى إن كانت الحاجة أم الاختراح فإن الحاجة إن لم تتوفر لها قوة الإرادة والتصميم والهمة العالية فلن يتيسر سبيل للإرثاء بمطلوباتها ومطلوبات الحاجة للاختراع ومقومات وقدرات الوصول إليه حضر بقوة في نفس الطالب محمد إسماعيل حاج علي وعقله المتفتق فهبة الخالق الذي جادت عليه بقدر من العبقرية والذكاء أعانته في تنفيذ فكرته وذلك بالتحكم الكامل في الجرار الزراعي بدون سائق المشروع ده الدوائر اللي استخدمناه فيه استخدمنا الدوائر بتاعة اللاسلك اليفم موجات الرادي بترسل بها موجات الرادي وهنا في البرنامج ده بتقوم عندنا دائرة بتاعة استقبال من الجهاز بتاعة اللابطوب بتستلم الدائرة بتاعة الإرسال بتستلم دائرة الاستقبال دائرة الاستقبال دائرة تنفيذية يعني جاءت إشارة رغم واحد بيسلمها للدائرة في الجزء رغم واحد بيتنفزها بيتشغل الموتور أو الجهاز بتاع الهايدروليك هو الحاجة المتحكم فيها في التركتر رغم واحد الإشارة رغم اثنين بتشغل رغم اثنين الإشارة رغم ثلاثة شغالين بتمانية إشارات كافية للتركتر بالبوابة بتاعت المنفذ المتوازي بتاع الحاسوب البيطي بورت بيتصل الإشارات للآلة وبتبدأ العدة المكانيكية بغيام بالآلات يعني يمكن يكون قريب في الآلة ذاته الشغل قريب لمفهومة الربارطة العقلي برضو ومدمج منه إنه بيقوم بمحاكاة الإنسان في السواقة بتاعت التركتر كاملة بيضغط الكلتش بيبدأ بالتدوير بيرفع المحارد بنزله متع مع طلب العقل المدبر باعتباره الجهاز بتاع الحاسوب المتصل وعالدائرة بتاعت التركتر عن طريق الموجات بتاعت الـ FMD عصل الحكاية أن محمد كان أثناء العضلات الصيفية يعمل كمساعد سائق لجرار زراعي قبل أن يكتسب القدر على قيادته فروادته الفكرة حتى نجح أثناء دراسته للحاسوب بكلية العلوم واتقان بجامعة شندي في تنفيذها لما جيت درسته مجال الحاسوب في مجال الحاسوب ذاته حاولت تربط ما بين البرمجة والدوير الإلكترونية اللي بشتغل فيها والمهم بمساعدة الزملاء وبالبحث ذاته تفتش عن القطع واستخداماته تنفيذ الفكر عملياً كان شاهداً عليه أحد الخبراء في كلية الهندسة والتقنية بجامعة وادي النيل ألا وهو بروفسر إبراهيم شكري الذي وقف مجدوهاً أمام عقل كبير لطالب لم يكمل بعد درسته الجامعية من ناحية فنية أنا أفتكر الراجل ده عمل عمل ممتاز جداً والعمل ده حتى ممكن يسوق ويباع في شكل التجاري طبعاً ده التجاه يعني أنا أفتكر حقه الناس اللي تغاني هنا في الزراعة يهتموا بهه ويعمل لهم فريق ويضعوا الشاب ده واحد من الفريق أو على رأس الفريق ديه وابتدوا ينفذوا المشروع ده المشروع طبعاً يمكن يكون هم تجميع بتاع أجزاء ألعاب بتاع الأطفال وغير وأنتنا عادية بتاع ترادية عادية وكده وهو قدر مننا يعمل شي فأكيد اللي إحنا واشترينا القطع الأصلية بتاع الأشياء ديه وربطناها مع بعض وعملنا في شكل صندوق ممكن نسعيد منه في شي كتير بإضافة لأكيد المشروع ده ممكن يتنفس في مجال تاني غير المجال بتاع النسوبي تركتر ممكن نستعمله في تحكم بتاع حاجات كثيرة جداً مكانيكية وآلية واختيار محمد إسماعيل للجرار الزراعي دون غيره من الآلات والمتحركات بناه على فلسفة خاصة والتبرير حشد فيه الأسانيد الموضوعية والمنطقية تركتر من أكثر العاليات المنتجين وفي حوجة له الشغل بيعة ومشاكل كثيرة نزاد للإجازات ومترادية اشتغلها بالتركترات كثيرة فدي فكرة بتاع التحكم في آلة المجدية مع لغات البرمجة لأنه الشغل تكراري الشغل بتاع الحراطة تكراري التركتر بيظل يكرر لحد ما يغطي كل المساحة المطلوبة واللغات بتاع البرمجة التنفيذية العادية دي بمقدرتها أن تشتغل الشغل ده فما بالك لغة الزكاة للصناعية ممكن تبقى في توجيه لا على الحدي المنطقة المشالية أما إدارة نقل وتوطن التقاني بوزارة الزراعة الذي قدمت الإعانة والحفز المعنوي لمحمد إسماعيل فهي ترى بأنه من الممكن الاستفادة من الفكرة في تطوير العمل بالآليات الزراعية جراء الزراعي آلة مهمة جدا خاصة في ولاية نحر النيل هنا عندنا الشغل بتاع الحراطة والتسوية والتطريط عملية أهمة جدا وزي ما قال هي عملية بتاع الحراطة عملية بتاع التكرار يعني التركتر بيمشي في مسار معين وبكرر نفس العملية أيضا في التسوية برضو نفس الطريقة بيمشي في مسار معين وبكررها وهو استطاع أنه يطور العملية دي بدون بالاستقناء عن السائق وزي ما معروف يعني في الفترة الأخيرة سائق الجرار أصبح يعني سلعة قيمة جدا لأنه في الفترة الأخيرة معظم سائق الجرارات يتجهوا نحو التعديل العشوائي في الزهب فالفكرة الآلية أو العمل الأوتوماتيكي للجرار بدون استخدام سائق يعني هي فكرة سرة وفكرة رائدة نتمنى أنها تجد القبول ونتمنى أنها تجد الرعاية ويعود بروفيسور الشكري مذكرا بضرورة أن يجد الطالب محمد إسماعيل جهة ما تتبنى وترعى أفكاره بالتطوير والتجويد والتنفيذ وتهيئ له المناخ الملائم لابتكار وابتداء أفكار جديدة فأنا أفتكر يعني أنه الشاب دي عمل عمل ممتاز جدا والعمل دي الناس ما حقوا تيكهلوا لأنا متكد الشاب دي لو الناس تركوا على حاله دي حيصال لا أعطي حيصال حيمشي يشتغل ويبقى مهندس ويربي أطفال ويدخلوا المدارس ويقروا يقفة الخدار وينسوا كل شي لكن الشاب دي لو الناس من حسادي بتاعتني به وتستفيد منه أنا متأكد حيكون له فايدة كبيرة جدا ده من ناحية من ناحية الثانية بالحقيقة أريد أن أتحدث عن الشاب نفسه أنا أفتكر يا أخوان دي نوعية أو جودة من الشباب السوداني موجودة بكثرة ما هو لوحده وفي كثير جدا من جامعتنا فينا زي دي نحن محتاجين نهتم بهم ننفض عنهم الغبار ونبطي نخليهم يطوروا نفسهم ويطور لنا العمالة زي دي وانا متأكد يعني احنا ممكن يعني من وصائل شباب دي لها نعمل عمل كثير جدا وممكن نفيد البلدية فايدة كبيرة جدا ويدين محمد اسماعيل بالفضل الكثير لكل من أعانه في تنفيذ الفكرة ونجاح التجربة على صعيد الأسرة وكلية العلوم واتقانة بجامعة شندي وإدارة التقانة بوزارة الزراعة بولاية نهر النجلة لكنه يعرب عن امتنان خاص لزميلته عايدة دارسة الفيزياء التي أسمت بقدر عالي في تنفيذ الفكرة عبر مجال دراستها الأدوات اللي أنا عملتها عبارة عن حاجات بتستقبل الإشارة بتقوم بتنفيذها بحيث أنه لما انتصل النبضة بتوصلها للمعدة الميكانيكية اللي هي بتقوم بالحركة الآلية المعروفة في التركتر كلها عبارة عن أجهز بتاعت ريلي وترانسيستور وديوتات لمنع بعض الإشارات الريلي لما انتصل النبضة والإشارة بيقوم بيرس الإشارة للجهة اللي هو موصل معاه يدينا بتحكم في الأعلى الموصلة معاه الشغل بتاعه عموما عبارة عن إرسال واستقبال وتنفيذ للدوائر وتبقى الإشارة وبإلحاح لضرورة إلاء الدولة لمزيد من نتائج البحوث العلمية بالدعم والتنويل والتبني والرعاية المباشرة إن كنا نرغب حقيقة في ارتياد آفاق النهضة والتقدم بين الشعور نتمنى دائما أن تجد طاقات الشباب واختراعات الشباب الدعم لربعة الشباب ولربعة هذا الوطن والارتقاء به في جوانب مختلفة ترجمة نانسي قنقر